محاضرة دي نتكلم عن الكاش ميموري اللي خدنا في المحاضرة الفاتت ان انا عندي ميموري هيراركي عندي انواع من الميموري كتير منها الريجستر ومنها الكاش والمن ميموري وفيل ساكن دي ميموري وحاجات كتير هنتكلم بس عن في المحاضرة دي عن الكاش ميموري وطبعا هنتكلم عليها لان هي مهمة جدا بالنسبة للبروسيسور لانها بتيبقى موجودة جنب البروسيسور بتشتغل كبوفر للميموري ويعتبر سريعة وطبعا ببقى دي صغيرة بتكون غالية فالكاش ميموري فايدتها ان هي ميموري بتشيل داتا عادي بس الميزة اللي فيها ان هي جنب البروسيسور على طول وبالتالي فبتصرع البروسيس يعني خلني بس اتكلم على الحاجة اللي هو افرض ان انت البروسيسور عايز ياخد حاجة من الميموري عايز يأكسس ألمنت في الميموري او وورد في الميموري معاه الادرس والادرس بتاع specific وورد ممكن يلاقي الحاجة دي في الكاش وممكن ما يلاقاهاش وطبعا هو لو ما لاقاهاش هيروح يلاقاه في الميموري لان الطبيعي ان هي تبقى موجودة هنا او هنا لو حصل وان البروسيسور لقى الحاجة في الفاستر ميموري او في الكاش ميموري ساعتها بنقول ان هو عمل hit يعني لقاها لكن لو حصل وان هو ما لاقاهاش في الفاستر ميموري يعني ما لاقاهاش في الكاش ساعتها بقول ان هو حصل miss يعني افتقادها او ان هو كده خلاص مش لقيها بس مش لقاه فيه في الكاش في حاجة اسمها الهيت ريت الهيت ريت دي في الاخر عدد الوردس او الانستركشنز اللي انا لقيتها بالنسبة لكل الانستركشنز يعني معايا مثلا عشرين الانستركشن وجيت في الاخر لقيت تلاتة بس في الكاش والباقي كل موجود في الميموري يبقى الهيت ريت اسمه تلاتة على عشر كانوا عشرين تلاتة على عشرين والmiss هيساوي اللي فاضل اللي هو سبعت عشر على عشرين تمام فالهيت ريت هو يعني النسبة الادرسيز اللي انا وصلت لها في الميموري طبعا النسبة ليه لان انا بقول الريت معناه ان عادل الميموري اللي انا لقيتها على عادل الانستركشنز كلها يعني كان مفروض ان انا لقي كام وما لقيتش بس غير والنفر التلاتة فده الهيت ريت الميس ريت على عكس بتاعه يعني لو فرضنا ان الهيت ريت بيتش فالميس ريت عبارة على الواحد مانس اتش يعني دايما لان ده لو ملاقاش هنا فهيلاقيهم فالفراكشنوف ميموري اكسيزة بالنسبة اللي انا لقيتهمش فين في الكاش لان انا مفروضة لقيه وخلاص في مكان تاني طبعا ده لا يمنع ان انا لو احتاجت ان انا عملها على الميموري ممكن احسب بروضه عاديا طيب العادي ان انا بيكون عندي ال سي بيو وعندي الكاش وبعد كده عندي الميموري ال سي بيو اللي هو انه اكسس اللي ياخد ويدي من الكاش والكاش من حقاها تاخد ويدي من الميموري ولو وصلت لحاجة بتبعتها للسي بيو الكاش البروستس هنا سريع لكن البروستس هنا بتكون بطيقة في العموم هو هنا بيبعت ووردس وهنا بيبعت بلوك يعني نبقى مشلح برضه اكتر ايه هو الورد وايه بلوك في سلازل الجاي طبعا هنا سؤال بيقول لي بيقول لي افرد طبعا انا لما كان عندي هنا ميموري 1 وميموري 2 فانا بممكن اسمي ده level 1 وده level 2 يعني ان انا اقدر اكسس هنا وبعدين اروح اكسس هنا فlevel 1 دي ممكن اسميها level 1 وده ممكن اسميها level 2 فانا بيقول لي عنده اثنين level من الميموري طبعا انت ليه قلتي 2 level وهو طبعا يكونوا اثنين لا اما ممكن يبقى عندي different size of the cache فعندي cache 1 2 3 ويبقى انا دلوقتي عندي levels كتيرة فافرد بس ان انا عندي the simplest case عندي 2 levels اللي هو cache وميموري او main memory level 1 في 1000 وورد والاكسس تايم عبارة عن واحد من 100 ميكرو ساكت الليبل التاني فيه 100000 وورد ده معنا انه عدده اكبر اقصاص بتاعه اكبر والاكسس تايم بتاعه واحد من عشرة واحد من عشرة يعني هو الاكسس تايم كبير طيب assume that if a world to be accessed in level 1 then the processor access is directly ولكن لو هو ما لقاها في level 2 ده معناه ان هي ايه ان هو راح الاول لlevel 1 وبعدين لقاها في level 2 خليني بس اوضحها هنا يعني انا مسلا دلوقتي انا دلوقتي كبروسيسور اول حاجة بعملها طالما عن 2 levels اول حاجة بعملها ان انا بدور على الحاجة هنا في الكاش خليني افترض انه ملاقاش يبقى يعمل ايه يبقى هيروح على الميموري خلاص فلا يحصل ان هو لو بياخد هنا او بوينت او يعني واحد من مية وهنا واحد من عشرة فعلشان فعلشان لو حصل هو ملاقاش الحاجة فالمفروض ان هو هياخد الTIME ده تي وان زائد الTIME ده عشان يوصل للحاجة لو طلعت في الميموري صح لانه هو لازم يعدي الاول بالكاش لازم يعدي بالكاش خلاص وهنا بيسألني الTIME في الاخر ممكن يبقى ايه في حالة ان لقى الحاجة في الكاش وفي حالة ان لقى في الميموري فلو حالة ان لقى في الكاش هيبقى الطائم عبارة عن T مضروب في ايه بقى مضروب في عدل الTIME وانا مضروب في الHIT مضروب في الHIT لان انا مش لازم كل الTIME دي الاقيها في الكاش خلاص فلو انا بحسب زي ratio of the time او نسبة الوقت برضو فانا يبقى عندي time هدربه في الH ده time of level 1 طيب افرد بقى ان انا في حاجات عايز اجيبها من من الليبل التاني او في حاجات لقيتها في الميموري ليفل 2 طبعا لسه قالي ان انا يحتاج ايه T1 زائد T2 يعني T1 زائد وده الريش بتاعته ايه بقى لو انا باعتبر ان في حاجة اسمها HIT وحاجة اسمها MIS والHIT دي لا علاقه بالMIS الHIT بيبقى H سواء كان small او capital والMIS بيكون 1-H فالمفروض ان انا طالعه ما روحت للميموري فانا اكيد دلوقتي بتعامل مع المIS يعني لو انا كنت لقيت عاد النستركشنز هنا 1000 فاكيد هلاقي هنا الباقي يعني انا ما عرفش النمر في ورد سكان صفت مثلا لقيت هنا كمعي 1000 ولقيت هنا 100 فاكده لقيت هنا 900 لقيت هنا 900 بقى اكده لقيت هنا 100 فدي بس الايه الTIME في النهاية بقى عامل ازاي الTIME بتاع level 1 بيكون عبارة الTIME مضروف في اله في الH او الهيت راشيو والTIME بتاع level الثاني بيساوي T1 plus T2 مضروفة في الone message دي اللي هو كان يعني بيتكلم عليه يعني وعايز بس ان احنا نفهم اكتر موضوع الهيت راشيو والمس راشيو وان انا ممكن يبقى عندي يعني كزا level من الميمور فهنا بيقول لك لو انت عندك الميمور الاولينية ودي اسمها level 1 ودي level 2 والTIME بتاعه هنا كزا والTIME بتاعه هنا كزا الTIME كله في الاخر بعد ما يكون خلصته وعايز اجيب كل الinstructions عبارة عن انت جبت من هنا انت جبت من level 1 جبت كم جبت T1 مضروفة في الH وجبت من التاني T1 plus T2 مضروفة في الone minus H ده عشان اخلص الـ task بتاعتي او الوقت في الاخر اللي خدته هو عبارة عن حاجة زي كده طبعا لو بسطت الحاجة دي هديني في الاخر T plus 1 T1 زي T2 minus H T2 بيقول لك مثلا افرد ان انا كنت عايز ارسم العلاقة بين الTIME في العموم وما بين الهيت ريشو ولو احنا كنا حطينا الهيت ريشو هنا موجودة على المحور ده الـ X axis وعايز ارسم الـ effective time على الـ Y axis لو عوضت هنا في المعادلة عن الـ H بـ 0 هيديني ان انا الـ time اسمه T plus T2 لان دي كلها هيبقى بـ 0 فعند الـ 0 الـ H لما بـ 0 الـ effective time اسمه T زي T plus 2 هيت ريشو يعني انا مليتشها خلص في الكاش فاكيد هاخد T زي T2 T1 زي T2 طيب افرد ان الـ hit كان بـ 1 hit 1 دي معناه ان انا لقيت كل حاجة في كل حاجة لقيتها في الكاش خليني نعوض هنا بـ 1 هتلاقي ان T2 minus T2 هيتطيره هيبقى لـ T1 يبقى عندي هنا ايه لما الـ H بواحد هيبقى l- effective time بـ T1 لو وصلت كده هتبقى دينا نلاقيه العلاقة اللي بتروبط ما بين الـ hit ratio والـ effective time في حالة ان انا مستخدمها لـ 2 level of the limit يعني لو انت ما لقيتش حاجة خالص في الكاش يبقى تيزي T plus 1 لو لقيت كل حاجة في الكاش يبقى انت T1 طبعا لو كان في حاجة ما بينهم يبقى انت ايه ممكن توصل لحاجة في النص ما بينهم طيب دي بس كانت معلومة ان في حاجة اسمها hit ratio في حاجة اسمها miss ratio وان انا ممكن استخدم اكثر من level من حاجة زي كده ممكن يبقى عندي الـ CPU وعندي الكاش يعني level 1 و level 2 و level 3 يدي الفكرة اننا ممكن يبقى عندي حاجة زي كده وطبعا هيختلفوا فين في الحجم واكده هيختلفوا طبعا في السرعة بس الاقرب الـ processor هو اللي هيكون اسرع او الاصغر حتى في الحجم هو اللي هيكون اسرع بطي طيب انا قلنا ان الكاش ميموري دي عبارة عن buffer لـ main memory buffer يعني ايه يعني دلوقتي كل حاجة موجودة في المين ميموري وعلشان الـ access بتاع المين ميموري بيكون بطيق فانا هروح ااخد نسخة من شوية حاجات موجودة في المين ميموري وحطاها عندي في الكاش والبروستيسور يبدا يرى من الكاش بدل ما يروح للميموري بطي فالكاش ميموري يعتبر buffer او يعني نسخة من الحاجة اللي موجودة في المين ميموري طبعا احنا متفقين ان الميموري دي في منها رام وروم والروم طبعا انا مليش دعبها لان هي خاصة باوردينج سيستم فما اتكلم عن الميموري بانا اصدع الرام طيب والرام في منها اسرام وفي منها الدي رام الاسرام اللي هي بتكون استاتيك راندم اكسس ميموري وبتكون سريعة وبالتالي هي لممكن النوع بتاع اللي هو بيكون اسرام ده ممكن يفيدني في ان انا اكون الكاش يعني الكاش ميموري دي ميموري من نوع معين اسمه استاتيك راندم اكسس ميموري حيث ان الفيتشار بتاعتها بتقول ان هو المفروض تبقى غالية المفروض تبقى سريعة المفروض تكون صغيرة تمام؟ ده اللي استاتيك راندم اكسس ميموري طيب خلينا بس نتكلم ان افرد مسلا ان انت في حاجة عايش تدور عليه فيه وورد معينة او لاتها معينة عايش تدور عليه فاللي بيحصل ان البروستيسور بيحاول ان هو يدور على الحاجة فين؟ بيتشكل اول في الكاش اوكي؟ لو لقاها يعني if the word is in the cache so the word is delivered to the processor الحاجة بتروح البروستيسور خلاص غير كده يعني if not block of the memory consisting of some fixed number of words is read into the cache then the word is delivered to the processor يعني ايه بقى؟ دلوقتي انا بدور على الحاجة وما لقيتهاش في الكاش فالطبيعي ان انا رح اجابها من memory وارجع لا مما ان انا بقى رحت الميموري وروح اجابها البلوك كله اللي موجود اللي الورد دي موجودة فيه وايه؟ واروح احطها في الكاش اه عشان بس برضو ممكن على اساس ان ان انا طالما طلبت الورد دي فممكن يكون الورد اللي بعدها انا عايزها برضو لان انا شغالة على نفس الفايل او شغالة على نفس الحاجة فالطبيعي ان تكون جنب بعض او النسبة الاحتمال كبيرة يعني ان انا اكون محتاجة للتات اللي جنبها برضو فلما اجي البروستيسور يبقى محتاج حاجة من الكاش وملاهاش بيروح الميموري بدل ما يجيب الورد نفسها بيجيبها هي والبلوك اللي هي فيه وبيجيب البلوك بيحط نسخة منه في الكاش والورد اللي هي الورد اللي انا بدور عليها بيروح بعيدها للبروستيسور طبعا ده نتيجة يعني هو منطلق ان انا يعني متخيلة ان انا طالما احتاجت ورد 1 فاكيد احتاج ورد 2 المرة الجاية ورد 2 معايا في نفس البلوك فانا اجيب البلوك كله بقى اوكي the block of data is fetched into the cache to satisfy a single memory reference it is likely that there will be future references to the same memory location or to the word in the block يعني بتوقع ان هو طالما احتاج الورد دي فاكيد هيحتاج الورد اللي معايا في نفس البلوك فبياخد منها نسخة اوكي طيب ده شكل الميموري وده شكل الكاش او ده شكل الميموري وده شكل الكاش مقارنة بالميموري يعني المفروض ان انا بيكون عندي هنا الميموري عبارة عن array of cells كل cell اتفقنا ان هي عبارة عن وورد الورد دي ممكن تكون 8 bytes 16 bytes اي number of bytes على حسب انت شاريها ازاي يعني في design's كتيرة فهتلاقي ان انا عندي word one word two word three وكذا لغاية الاخر السؤال هنا بقى ان كل word اللي هادرس تمام طبعا انا بسيب الادرس في number of bytes في حاجة اللي ها limit size فلو فرضنا ان انت معاك الادرس بتسيبه في one byte فانت محتاجت عندك كم ادرس zero one طيب لان الone byte بتشيل احتمال ان هو zero one طب لو عندك اتنين بت فانت احتمل تشيل الادرسيز اللي هي zero one two three بس طيب لو انت عندك n فانت عندك ايه اتنين قصة n اه ادرسيز اوكي فطبعا اتنين قصة n لو الان كانت بواحد فاثنين قصة واحد باثنين اللي كانت صفر واحد لو كان عندي الان كانت باثنين وعندك اتنين باربعة اللي هو صفر واحد من ثلاثة طيب فانا ان جنرال يعني لو انا معايا الادرس بتاعي كان بيبينحاصر في n بت ده معايا النمبر في الادرسيز عبارة عن اتنين قصة n فلو فردنا انا بدأت الادرسيز من صفر واحدين ثلاثة فمفوضة انتهي عند اتنين قصة n ناقص واحد لانا انا بدأ من الزيرو لو كنت بدأ من الواحد لو كنت بدأ من الواحد كان هيبقى هينتهى عند اتنين قصة n طيب فده شكل من ميموري كل سل عبارة عن ورد وممكن كام ورد ما بعد كده انا ممكن اسمي بس ان ده بلوك وان وده بلوك تو وهكذا فلو انا عندي البلوك بيشيل نمبر فوردس افرض مثلا بيشيل كي ورد فالبلوك مثلا بيشيل اربعة ورد عشرة ورد عشرة ورد عشين ورد بيشيل نمبر معايا طب في الاخر نمبر فلوكس هيبقى ايه لو قلتلك ان عاد وردس اللي هنا مية وقلتلك ان كل بلوك بيشيل عشرة ورد مية على عشرة يبقى انا في الاخر عندي كام ورد عشرة قد يكون المثال ده مش واضح او افرض ان انا مثلا معايا هنا عشرة وردس يعني عشرة عشرة وردس بس وقلتلك ان كل اتنين وردس مع بعض انا هدمجهم في بلوك يبقى انا في الاخر اتقلتلك عندي كام بلوك عشرة على اتنين خمسة فالنمبر في بلوك بيساوي عشرة على الاتنين اللي هي من الاتنين ومن العشرة اللي هي العشرة دي النمر في ادريسيس كلها اللي هي اتنين قسن على اتنين اللي هي على الوردس اللي موجودة في البلوك الواحد اللي هي K اوكي فالنمبر في بلوك بيساوي اتنين قسن على ك او بيساوي ساعة من المزل Avengers بالرمز M طيب بالنسبة للكاشبا الكاش الشكل بتاعه بيعمل ازاي كل سل الموجودة في الكاش بنسميها line هنا بنسميها word هنا بنسميها line بحيث ان line بيشيل بلوك واحد بس هنا الورد بتشيل كام بايت لكن هنا line بيشيل بيشيل بلوك كامل بلوك ده فيه احنا قلنا مثلا فيه اتنين مثلا يعني البلوك ده فيه اتنين word word one مثلا ودي word two word one مش مهم طيب فانا هاجي هنا هروح مسجلة word one وهنا word two فين في line الاولين طبعا بسافة نظر انا بقى فين بس اللي هو ان انا عندي line الواحد بيشيل بلوك واحد بمحتوى يبقى line بساوي بلوك البلوك ده بيشيل line بيشيل بلوك وبيشيل شوية معلومات ايه على جنب برضو كده بنسميها tag هنبقى نتعرف عليها بعدين اوكي طيب وبالتالي فلو انا عندي number of lines هيساوي m فالم الصغيرة او المفروض بتكون اقليم او يساوي الام الكبيرة ليه لان انا عندي الميموري دي عشان هي كبيرة ففيها مثلا 20 بلوك مش هينفع حط العشرين كلهم هنا لان انا اللي حطهم كلهم هنا هيبقى السايز ده هيساوي السايز ده طبعا ده ما فيش لان الريم اصلا متبقى اكبر فالnumber of lines اللي موجودين في الميموري او في الكاش بيكون اقل من الميموري اقل من الام الكبيرة اللي هي بتعبر عن number of blocks اللي موجودين في الميموري اوكي ده بس شكل المقارنة يعني ما بين شكل الكاش ما بين شكل الميموري هنا البيزيك المنت هو الورد البيزيك المنت هو اللاين كذا ورد بتحطه مع بعض بيعمله بلوك اللاين بتحط في بلوك واحد بيضافة الى بعض المعلومات على جانب طبعا هنا على حسب انت بتسايف الادرس في كان بت هيبقى عندك البوسبول number في ادرسي زي 2 اثنين قس ده السيناريو اللي بيحصل وانا بقرأ حاجة من الكاش اللي انا لسه شرحة دلوقتي انت دلوقتي بتبقى عايز ورد معين اوكي بتسأل نفسك يعني يعني اولا بتبدأ بعدين بيبقى معاك return address او بمعاك address انت عايز توصله الورد الادرس بساع الورد انت عايز توصل له من ال cpu يعني ال cpu بيديك order ان انا عايز الادرس ده فبتسأل نفسك سؤال هل ال block ال block ده او ال return address ده موجود في الكاش انا طبعا معايا معايا الكاش في blocks او lines فبشوف ال line ده او ال line اللي بعده او المهم يعني بعمل سرش في الكاش هل ال return address ده موجود هل الحاجة دي موجودة لو لقيتها موجودة بفتش return address وربعاتها لل cpu سهلا لكن لو ما ليتهاش موجودة اللي بيحصل اكيد طبعا بروح للميموري بروح للميموري واجيب block كامل اللي بيكون بال container return address يعني بروح للميموري واجيب البلوك الكامل وببدأ ان انا ابعت return address ده لل cpu وسيف البلوك اللي انا جبته كله في الكاش اوكي تحسبا يعني لان انا ممكن احتاج elements اللي موجودة في البلوك كله next system طيب دي طبعا برضو فجهة تاني بيوضح لنا ازاي الكاش والميموري والبروسيسور بتعامل مع بعض لو حصل البروسيسور يعني بيسأل على حاجة هيبعت للكاش الكاش هيرد عليه لو لقى خلاص لو حصل وان الكاش ما لقاش الحاجة دي بيضطر ان هو يبعت الحاجة للميموري والميموري بترد عليه بdata data دي يعني بتبعت منها نسخة في الكاش ونسخة او حاجة معينة بتبعت لبروسيسور الورد المعينة بتبعت لبروسيسور والنسخة تانية بتحط للكاش تمام طيب اللي الاسمولست ادرسة بلينة وفي الميموري اللي هي وورد دي موجودة بنتكلم على الرام على الرام او الميموري فلو حصل والميموري بتحت كات بايت ادرسة والميموري بألوان وورد يساون بايت طبعا دي يعني اسهل الكيس لك طبعا الورد بتشيل كام عدد بايت سمعين فالينا نرسم اللي انا بقوله دوام بنشرحه اكتر يعني لو انا عند الميموري عبارة عن 64 وورد اوكي 64 وورد يعني لو جينا عد هنا واحد ثلاث اربعة وورد والبلوكس هاي سكمب اربعة يعني كل اربعة وورد حاطهم كلهم في بلوك يبقى النمر في بلوكس كام عبارة عن 4 وستنين انا كنت قيلة هنا ان انا وورد 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 يعني كل وورد تحت بعضها بس بس يعني ان ممكن ان انا حط ال 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 ممكن احط هنا ممكن احط هنا بلوك تمام ممكن احط هنا بلوك فلو انا عرفت ان انا عندي 16 بلوك يبقى انا عندي ايه 0 1 2 لغاية 15 طبعا عندي سهلة يعني ان انا بالبيناري اقدر اعرف ان انا عندي الادرسيز من 0 لغاية 15 او ممكن اقول من 0 لان المقنقص 1 يعني المصرف 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 لا هو هنا يشرحه بالتفصيل لو انا عندي نفس المثال الميمموري فيها 67 والبلوكس ايز اربعة والنمبر بلوكس بيستوى 16 012315 وكل ورد هنا عبارة عن ورد 0123 لغاية لما انزل لغاية الورد اللي هي 63 لانا بدقى من الزيرو انا عندي 64 ورد فاكد من الزيرو لغاية 63 فكل بلوك هيبقى له ادرس وكل ورد هيبقى لها ادرس تمام؟ طيب لو انا عايزة اعرف الميمور دي اسابة في كان بيت اجيبها ازاي؟ المفروض ان انا لو عندي يعني مش دي يعني الورد نفسها لو انا عايزة اجيب الورد نفسها اللي هي 64 عايزة اعرف اسايفها في كان بيت فهقول لوج اتنين 64 هيبقى لوج اتنين لاثنين قصة 6 هيبقى يساوي 6 بيت يعني عشان اسايف الاربعة وستين او اجيب الادرس بتاع او اجيب الاندكس بتاع الورد اللي هي 64 و 63 لازم اسايفها في ايه؟ في 6 بيت تمام؟ خلينا نشوف كده انا مسلا دلوقتي عندي نفس المثال والاورد و الورد مثلا اللي هي الرقم ده ايه مش وحضة باية المثال 51 الرقم ده اسم 31 طيب أنا معيه دلوقتي الرقم اللي اسمه 31 اللي هو ده عايزة أشوف بما أن أنا قلت بقى أن أنا معيه 64 وورد ولازم أسايف كل ده في 6 بت فأنا عايزة أعرف البيت اللي هي الورد اللي هي رقم 31 أقراها إزاي أولا أنا حاول أعبر عن ال 31 دي بالبيناري في 6 بت هيديك إيه 1 1 1 1 1 0 طبعا في 6 بت لو أنت خدت أول 2 هتلاقي أن أول يعني خليني بس أخد بس أول يعني 2 و4 أقول لكم بعد كده أنا قسمت لها 4 و2 تمام لها قسمت ال 6 لل4 و2 ترجمة تنسباتي كيب فدلوقتي انا معي الستة بت وجيت شفت الورد اللي هي رقم اربعة و تلاتين لقيت ان هي بالبينر عبارة عن كده لو قسمتها بحيث ان انا اخد مسلا اول اتنين واول والاربعة اللي بعد كده هلاقي الاربعة دول معناهم سبعة و اثنين دول معناها سبعة سبعة دي معناها ايه معناها ان انت تروح الابك رقم سبعة او الرو رقم سبعة اللي هو كده المبدللها مشي لغاية لما لاقي سبعة وبعد كده تمشي جوه لرقم تلاتة اللي هو تمشي كده لغاية لما توصل الالإندكس الرقم 3 يبقى انت ده يبقى انا ارزع الورد اوكي فالادرس الادرس بتاعي لو انا حولته البايناري تمام ما فيش مشكلة بس انا هو اصلا بيتقسم لحاكتين بعرف من خلالهم الورد اندكس والبلوك اندكس يعني نقدر نسمى ده الورد اندكس الورد اندكس اندكس ماشي والتاني عبارة عن البلوك اندكس ماشي ده البلوك اندكس اللي هو الاربعة التانية خلاص يعني توزيعت الادرس ما بتبقاش عشوائية كما احنا متخيلين يعني طيب طبعا الاتنين والاربعة انا مثلا هنا عندي البلوك سايز اربعة يعني اتنين قس اتنين فيبقى معايا هاخد هنا اتنين بيت وابدى اقول ان الاتنين بيت ده اللي بعملوا بالاندكس بتاع الورد جوه البلوك والباقي هيبقى هو البلوك سايز اوكي طيب ده ده المقصود يعني هل ده مثال تاني ده مثال تاني هو معايا مثلا الكاش سايز ستاشر ورد كاش سايز ستاشر ورد لو انا عندي كاش عبارة عن ستاشر ورد ده معناه ان انا عندي كام واللاين سايز عبارة عن اربعة ورد اللاين سايز هو اصلا اعتبر بلوك سايز اللاين سايز هو عبارة عن بلوك سايز لان اللاين هو البلوك فلو اللاين بيشيل اربعة ورد ده معناه البلوك بيشيل أربعة ورد طيب لو أنا عارف أن الكاس زي ما أنتم شايفين كده عبارة عن ستتاشر ورد واللين الواحد بيشيل أربعة يعني ده في أربعة وده في أربعة وده في أربعة لتلقي ما وصل للستاشر تمام إبقى أنا عندي كاملين لازم يبقى عندي أربعة لأننا دلوقتي عندي واحد أهو اثنين ثلاثة أربعة أنا أسامت الستاشر على الأربعة هيديني أربعة لينز عايزة أعرف الأربعة ده أسايفه عايزة أقول اللين الأولاني والتاني والتالت والرابع هسايفه في كم بت هسايفه في اثنين جات منين من أربعة لينز أربعة لينز بيساوي لوج اثنين للأربعة يعني لوج اثنين للأثنين قصة اثنين هاخد الاثنين يعني اللوج دي هاتور مع الاثنين هتبقى الاثنين بس فده لو أنا عايزة أعرف هسايف الادرس بتاع ال lines في campus اسايف الادرس بتاع ال lines في campus هي هي اسايف الادرس بتاع ال words في الميموري في campus او ال blocks طيب ده ده الكاش وكان بس مقدمة كده للتعامل مع الكاش يعني ايه هو والعلاقة بينه ال basic building block بتاعته هو والميموري الميموري ال smallest unit فيه هي ال word والتاني smallest unit فيه هو هو ال line وال line بيشيل كزا block وساعات بحتاج ان انا لو حصلوا ما لقيتش الحاجة في الكاش ان انا ممكن اروح للميموري واخد نسخة كبيرة من ال اخد ال block الكامل اللي في ال word وحطه في الكاش وارفنا رفيا حاجة اسمها hit ratio وال miss ratio hit ratio دي عبارة عن نسبة الادرسيز اللي انا قدرت لقيها في الكاش بالنسبة لكل الادرسيز كلهم الادرسيز كلهم مش ال size بتاع الكاش لا انت في الاخر عايز تجيب كام بتدور على كام word فلو فرضنا مثلا ان عندي 1000 word وفي 900 بس اللي لقيتهم في الكاش والمية التانية اللي لقيتهم في الميموري يبقى انت عندك ال hit ratio عبارة عن 900 على 1000 الميس ريت هو الرقم اللي هو اللي هيبقى بقى من ده اللي هو 100 على 1000 ده بس تقسيمة الميموري وتقسيمة الكاش وازاي بنقدر نقرأ لحاجة من الكاش وانها ممكن معندي اكتر من لفل الكاش مش لازم معندي كاش واحد بس بس دي المحاضرة دي وان شاء الله تقرأ في المحاضرة جاية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر